في أول محادثات جدة بين طرفي النزاع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يؤكد أن استضافة الحوار السوداني في جدة هو نتاج لتكاتف دولي وأشر وزير الخارجية السعودي إلى أن استضافة الحوار السوداني تمت بجهود من الولايات المتحدة وبالشراكة مع الرباعية والآلية الثلاثية كذلك معرفا عن أمله في أن يؤدي حوار جدة هذا إلى انطلاق عملية سياسية وإنهاء الصراع قائد قوات الدعم السرية محمد حمدان ديجالو تفاعل مع هذه المبادرة ورحب بالبيان المشتراك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق ببدء المحادثات ما بين الأطراف السودانية في مدينة جدة وأكد ديجالو في بيان الله تمسكه بموقفه بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان خطوة وصفت بالضرورية من قبل الجبهة الثورية التي رحبت هي الأخرى بانطلاق هذه المحادثات ما بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة معتبرة أيها مقدمة لفتح الباب أمام حوار مباشر يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار وأحثت الجبهة الطرفين على الانخراط في هذه المفاوضات بشكل جاد وذلك بهدف إنجاحها للمزيد معي من الرياض مرسلنا علي الشريف علي إذن ماذا عن سير أو ما يصلك من أنباء عن هذه المحادثات الأجندة المطروحة فيها خاصة مع تأكيد الجيش مسبقا أنه لن تتم بشكل مباشر ولن يكون هناك جلوس مباشر ما بين الطرفين لكنها خطوة وخطوة أولى علي نعم إيمان بالفعل هي خطوة أولى أكدت عليها ودعت إليها ورحبت بها أطراف دولية من ضمنها منظمة التعاون الإسلامي والتي أكدت على ترحيبها بهذه الخطوة الأولية وأيضا أكدت على ضرورة الانخراط بشكل جاد لضمان وقف إطلاق النار وأيضا خلق ممرات إنسانية أيضا بدوره الأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي رحب بهذه المبادرة السعودية الأمريكية وأكد على أنها في مثل هذه الظروف تأتي في وقت حرج ولابد من استغلال هذه الهدنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها الخرطوم أيضا على جانب آخر محلية أكدت هناك أجهات داخل الخرطوم ترحيبها بهذه الخطوة الأولية بينما يرى مراقبون بأنها خطوة بالغة في الصعوبة نظرا لأن الأطراف لم تجلس على طاولة حوار موحدة الجيش السوداني أكد على أنه سيكون الحوار مع الساعين لهذه المباحثات هما الجانب السعودي والأمريكي بينما هناك قسم آخر يؤكد على أن هذه المباحثات هي إشارة أولية لخفض التصعيد وأيضا خلق ممرات إنسانية وأيضا تثبيت دعائم الهدنة في ظل الأوضاع الإنسانية التي تشهدها الخرطوم أيضا المراقبون يؤكدون على أن الأمور لن تحسن في جولة واحدة ولن تنتهي هذه المباحثات بنتائج مرضية للطرفين ربما تستمر هذه المباحثات إلى جولات متقدمة أيضا هناك مصادر تقول بأن بعد انتهاء هذه الجولة سيكون هناك بيانات من كلا الطرفين يفيد بنتائج هذه المباحثات نعم إيمان شكرا لك علي الشريف مرسلنا من الرياضة على هذه المعلومات